ديما واجدوا متألق مع جيلات بلدخوة جديدة فيها نصير مزراوي وبالتالي هناك حماس كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء الحديث حول أجواء الحديث كذلك حول المباراة كنت توجد معي الزميل الإعلامي والصحفي يوسف الشاني مساء الخير مساء الخير وتحية جميع المشاهدين نعم سيوسف نحن نتواجده في الحصات التربية للمنتخب الوطني المغربي العناصر كلها حاضرة حماس كبير إن شاء الله اللي كان لمسوا عند اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية نتيجة الفوز تبقى مهمة جدا بسبب المنتخب المغربي من أجل تصدر المجموعة السادسة أكيد أن المباراة تكون مهمة بالنسبة للعناصر الوطنية لأنه ستجعلنا في حالة الفوز أننا نحتلوا الصف الأول والصف الأول دائما يجعلنا أننا نتفادوا بعض الحسابات خصوصا بمواجهة المنتخبات القوية بين قوسين يمكن في مرحلة تومون ربع نصف نيائما يبقى تشي فارق واش ضعيف ولا قوي يمكن في حال التعادل ممكن أننا نحصل للصف الثاني رغم ذلك نخوف في سان بيدرو ونلعبوا المباراة تومون لكن ممكن أننا يجينا في الصف الثاني ممكن نواجهوا المنتخب المسري أكيد أن جميع اللاعبين هم تحت إمارات المدري بما في المزرعوي كنظن على أن يجب نيسيان مباراة الكونغو بالنتجة دياله وبما بالأحداث دياله ونبقوا مركزين على المنتخب الزنبي وهذه النقطة اللي شار لها وليد رقراقيم خلال ندوها الصحفية اللي كانت صباح اليوم هو أنه نيسيان المباراة أمام المنتخب الكونغو الديمقراطية تفكير في هذا اللقاء تفكير في الأجواء اللي تدور فيها إن شاء الله المجموعة كاملة تعرف ما ينصدرها خاصة بأنه يحتل النقطة المهمة للمباراة إلا كانت الكونغو الديمقراطية جرت فيه أجواء حارة فأعتقد غداً ستكون المباراة فيه أجواء إن شاء الله فهذا التوقيت اللي كانت جرا فيه التامينة مساء بتوقيت المحلي تسعى مساءً بالتوقيت المغربي لا أكيد كما قال واليد لا أخذش نتخبه وراء هذا العواميل رغم أن نرى الجوش في سان بيدرو مع الجوش صعبة الآن دبافش نجيين باش نشوفه نتابعوا التدريب لقيت بلا دباف هذا الأثناء كانت 28 للحرارة ولكن رطوبة وصلت إلى 80% تريفة دائما كتبقى هذا المسألة للعواميل الغير مباشرة اللي كتأثر على العطاء الفرق الوطني ولكن باش مكان نظر على أن المباراة اللي غدي تجرى مع تامينة ليلة تسعة على حساب توقيت المغربي أنها تكون من الأفضل العناصر المغربية وكن نظر على أن وانا هذا تخمين على أن سوف نكونوا في الأفضل حالة من يوم أمزل كونغو وكذلك لبعض اللعبين اللي ممكن نشوفهم كم زراوي أو كأحية عطية الله باش يداروا في يعني في روح المنافسة باش مربما نحتاجهم في التوم النهائي باش يكونوا جميع اللعبين جاهزين يعني عندهم شي شوية زي المارتشات فرش له يعني أخير سؤال أكيد بأن المنتخب مغربي واصل وصلت دورة التوم النهائي ولكن الفوز هو أن يعتقد أنك تصدر المجموعة وأنك كذلك أنك تأخذ واحد القصد الراحة قبل مواجهة المنتخب الذي ينتظرونه وشكل هو وكذلك العناصر الوطنية اللي ستدخل من أجل نح تحقيق نتيجة من غير إلا نتيجة الفوز اللي ستخلي كذلك أنه تقاطع وترجع للمنتخل الوطن المغربي بعد التعادل أمامكم أكيد لأن التعادل يعني عنده سلاحة وحدين اللقوطة الإيجابية فيه هو أنه لاعبين بقوم مركزين على الهدف ديالهم لأن كو كان جو جير باحد متابعين ممكن أنه يكون واحد الحالة ديال تراخي فبعد التعادل خلوا اللاعبين مركزين وعرف باللي مهم ما أنا الفوز أمام زنبيا مهم سيجعلهم يحتلوا الصف الأول وكذلك سيتمتعوا بواحد يوم إضافي ديال الرحة بنسبة الخصوم دياله وبتالي فهذا الفوز ديال الغداء وأكيد ما زال مازال نتائج مشجلة ممكن أن الفوز ديالنا يخلي الكود إيفوار دوز مازال ما عفناش كل هذه شي تخمينات تخلينا الجماعي الإيفواريين وتساند المنتخب مغربي شكرا لك يوسف شاني زميل صحفي والإعلامي الرياضي أكيد بأنه الوليد القراغي بعد قليل سيكون هناك التاكتيك الذي سيكون معتمد غدا في المباراة وكذلك التشكيل الرسمي الذي سيكون أمام المنتخب مغربي هناك حديث أو يمكن أن يكون هناك بعض التغييرات التي يمكن تتبعها خلال المواجهة أمام المنتخب الزنبي فقط سيهم أن طاقم تحكيم غابون هو من سيقود هذا المواجهة والذي ينتمنوا أن العناصر الوطني المنتخب مغربي يكونوا في الموعد وأن يحققوا نتيجة الفوز سنكون مع المشاهدين الكرام من قلب الحادث على مستوى الكواريس وكذلك التعليق لذي سيكون مباشرة من ملعب لغان بوكو عوداء الإكزاميلا سيهم